الخبر الاول اللي عادنا عنه استهزاء برهم المعراوي ابنور مار وطبعا تعرضه للهجوم من المتابعين الجلادين فبرهم نزل بحسب الانستغرام شوية ستوريات يقصد بها نور مار ولكن صار تهجم فبالبداية نزل هذا الستوري يقول فيديو اليوم اول شخص من اسمه نور مار بعدها نزل ستوري الثاني يقول يلي ما بيحذر من الشخص راحت عليه ومنها برهم بدأ يعلن التحدي فنزل ستوري وراء اشخاص من المتابعين قاعدين يتحذرون معنى كلهم يعرفون اساسا منه الشخص اللي يسوي عليه مقطع ولكن قاعدين من باب الضحك يقولون نور مار اشخاص ثاني يتوقعون فبعدها الشخص قل له هل هو الشخص ملكنا نور مار فرد عليه برهم ما عرف شخص بهذا الاسم وبعدها بشوية نزل صورة نور مار وغطى عيونه يقول احذره من هذا الشخص ووراها نزل الستوري اللي نوعا ما سبب التهجم الشخص يقول له هو سيد رو بيوتي فيرد عليه برهم هو بملامح سيد رو بيوتي ولكن مو هو فبسبب هذا الشي تعرض للهجوم بشكل مطبيعي مني فصراحة ما عرفاني اشوف مجرد كان يضحك اكتبونه بالكومنتات رأيكم الخبر الثاني اللي عادنا عن بيسان اسماعيل وبكاءها فبيسان نزلت على حسابها بالانستغرام وبنسل وقت باليوتيوب هاي الصورة اللي الشي الوحيد اللي لفت انتباهي هو سوء المصمم مالتها مثل ما شايفين مقاص الشعر غلط والإيط غلط المهم اغلب المتابعي صار يتوقعون ثلاث اسباب لهذا البكاء السبب الاول هو واجواني واللي هو انو بيسان اعتذرت لمثل مطلب من عدها فبعض الحالة تكون انتهت قصة بيسان واجواني اذا كان هذا الشي فلا حقيق اما التوقع الثاني فهو اصابت بيسان بالكارونا اللي قدر الله طبعا فالاغلب توقع هذا الشي بسبب المقطع اللي نزلته واللي هو سوينا فحص كارونا وبسبب هذا المقطع يعني اما السبب الثالث والاخير واللي هو انو مجرد مقلب سواء بينا سواء بصديقاته سواء بيها مقلب فما ادروا يكتبونا بالكومنتات اي اكثر واحد مقنع بالنسبة لكم الخبر الثالث اللي عدنا عن التحدي اللي ما بين نور مار وجيش الجلادين فالنور رزل بحساب الانستغرام هذا الاستوري اللي يقول بي انو يطلب المتابعين يواصلون اغنية جديدة للمليون كومنت فراحطوكم استوري عم تفتهمون اكثر الجلادي عبوريلي بالخاص نحنا كافوا نواصل لك يا مليون لايك ومليون تعليق معقول توصلي يا مليون تعليق هلا مليون لها انا واصق منكم هتواصلوها لانكم وعديني من قبل بس مليون تعليق انا مادر معقول طبعا حاليا واصلت 620 الف كومنت فخليشوف شقدر حيقدروني وصلوها الخبر الرابع اللي عادنا عن حسابي الانستغرام فالموم بتابعني روح يتابعني فباخر فترة سلت هنزل بي هواية فتلقوه بالوصف روح تشوفوه وبس والله هنا وصلنا لها المقطع تماما مقطع يجوبكم ليس تنسوا تحطونا لايك وتشتركوا بالقناة كان يقوم في هذا الزين من قناة مملكة القصص ومع السلامة من كالا مضوت غلي واماك كلمة يموت بيوم شكرا